اشتركوا في القناة وهل في الورى فرد فريد مهذب به يمدح الشعر الفريد المهذب سواك الذي أحنى له الدهر رأسه لكم متنه والحمد لله مركب إنه أبو العتاهية رأس الشعراء الأديب الصالح الأوحد أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي الكوفي نزيل بغداد لقب بأب العتاهية للطراب فيه وقيل كان يحب الخلاعة فيكون مأخوذا من العتو سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره وقد جمع أبو عمر بن عبد البر شعره وأخباره تنسك بآخرة أي آخر عمره وقال في المواعظ والزهد فأجاد وكان أبو نواس يعظمه ويتأدب معه لدينه ويقول ما رأيته إلا توهمت أنه سماوي وأني أرضي مدح أبو العتاهية المهدية والخلفاء بعده والوزراء وما أصدق قوله إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة حسبك ما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن يموت هي المقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن اشتهر بمحبة عتبة جارية الخليفة المهدي العباسي بحيث إنه كتب إليه هذين البيتين نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك الدنيا وما فيها فهم بدفعها إليه فجزعت واستعفت وقالت أتدفعني إلى سوقة قبيح المنظر فعوضه بذهب وقال يمدح عمر بن العلاء إني أمنت من الزمان وصرفه لما علقت من الأمير حبالا لو يستطيع الناس من إجلاله تخذوا له حر الخدود نعالا فخلع عليه وأعطاه سبعين ألفا الأغصان الندية من سيرة أب العتاهية حظي أب العتاهية بمكانة مرموقة سامية ونال حظا وفيرا من ثناء الأدباء ومدحهم مما يعطينا صورة صادقة عن منزلة الرجل فمن هذا ما ذكره المبرد قال كان أب العتاهية لسهولة شعره وجودة طبعه فيه ربما قال شعرا موزونا ليس من الأعاريض المعروفة وكان يلعب بالشعر لعبا وقال أبو زكريا الفراء دخلت على جعفر بن يحيا فقال لي يا أبا زكريا ما تقول فيما أقول فقلت وما تقول أصلحك الله قال أزعم أن أبا العتاهية أشعر أهل هذا العصر فقلت هو والله أشعرهم عندي وقال ابن الأعرابي والله ما رأيت شاعرا قط أطبع ولا أقدر على بيت منه وما أحسب مذهبه إلا ضربا من السحر وعن رجاء ابن سلمة قال قلت لسلم الخاسر من أشعر الناس؟ قال إن شئت أخبرتك بأشعر الجن والإنس فقلت من؟ قال أبو العتاهية وأنشدني له نحن في دار يخبرنا عن بلاها ناطق لس دار سوء لم يدم فرح لمرئ فيها ولا حزن في سبيل الله أنفسنا كلنا بالموت مرتهن كل نفس عند ميتتها حظها من مالها الكفن إن مال المرء ليس له منه إلا ذكره الحسن نفس عصام سودت عصاما ها هو شاعرنا أبو العتاهية رحمه الله يضرب لنا أروع المثل في علو الهمة وكيف يكون الإنسان عصاميا لا عظاميا على حد قول الشاعر نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هماما فإن أبو العتاهية لم يكن عربيا أصلا لأن أصله من نصارى عين التمر الذين سكنوا الأنبار بالعراق فلما فتح خالد بن الوليد رضي الله عنه عين التمر سبى كيسان جد أبيه مع جماعة من الصبيان فاستوهبه عباد بن رفاعة العنزي من الصديق أبي بكر رضي الله عنه فأعتقه وصار مولا من مواليهم فهو نبطي أصلا ليس بعربي ومولا غير حر ولكن أبو العتاهية الذي كان في بدء أمره رجلا خاملا يبيع الجرار جمع جرة وهي إناء من خزف للناس ترقى به الحال حتى اتصل بالخلفاء فضلا عما دونهم وأصبح ذا مكانة في بلاط الخليفة يمدحه فيطرب بل يكاد يطير فرحا كما ذكر أهل الأدب أنه اتفق في يوم أن المهدي استدعى الشعراء إلى مجلسه وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن بردن الأعمى فسمع صوت أبي العتاهية فقال بشار لجليسه أثم أبو العتاهية؟ قال نعم فانطلق يذكر قصيدته في عتبة جارية المهدي التي أولها ألا ما لسيدتي ما لها أدلت فأجمل إدلالها فقال بشار لجليسه ما رأيت أجسر من هذا لأنه يشبب بجارية الخليفة حتى انتهى أبو العتاهية إلى قوله أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها فقال بشار لجليسه انظروا أطار الخليفة عن فراشه أم لا قال فوالله ما خرج أحد من الشعراء يومئذ بجائزة غيره وهكذا نرى أبو العتاهية بائع الجرار وقد قدم من الكوفة إلى بغداد مع إبراهيم الموصلي ولم يكن الخليفة المهدي قد سمع بذكره حتى قدم بغداد فاستدعاه إلى قصره واستمع إلى شعره فأعجب به ونال رضاه وعلت مكانته عنده لأن أبو العتاهية كان رجلاً كما قيل وكن رجلاً رجله في الثرى وهامة همه عند الثرية في صحبة هارون الرشيد العباسي وهذا خبر آخر ذكره أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني يدل دلالة قوية على مكانة شاعرنا وقدره عند الخلفاء قال كان أبو العتاهية لا يفارق الرشيد في سفر ولا حضر إلا في طريق الحج وكان يجري عليه في كل سنة خمسين ألف درهم سوى الجوائز والمعادن كان شاعرنا أبو العتاهية رحمه الله قد انصرف أول حياته وشرخ شبابه إلى حياة اللهو والتهتك والمجون واشتهر بهذا لكنه لم يكد يبلغ الخمسين حتى تحول عن سبيل المجان العابثين وكان ذلك في خلافة هارون الرشيد فلبس الصوف وتزهد وترك حضور مجالس له وأمسك عن شعر الغزل وقد ذكر بعضهم أن المحرك المباشر الذي دفعه إلى الزهد وحبب إليه ترك حياته الأولى هو فشله في حبه لعتبة جارية الخيزران أم الرشيد وفي ذلك يقول أبو العلاء المعري الله ينقل من شاء رتبة بعد رتبة أبدى العتاهي نسكا وتاب عن حب عتبة وقد ذكر المسعودي صاحب مروج الذهب أن أبو العتاهية لبس الصوف ليأسه من عتبة وكان ذلك أيام خلافة المهدي بعد أن ضربه مئة صوت ونفاه إلى الكوفة وقال أبي يتمرس ولحرمي يتعرض وبنساء يعبث وفي كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة أنه حبس ثم تشفع له يزيد بن منصور خال المهدي فأطلق على أن في مسلكه الزهدي هذا ما راب بعض أهل زمانه فهناك حكايات لمعاصره تنم عن روح الشك والاستخفاف بهذا الزهد وتتهمه بالادعاء والتظاهر فمن ذلك مثلا ما حكاه صاحب الأغاني عن ثمامة بن أشرس أن أبو العتاهية أنشده إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه فأنكر عليه ثمامة ووبخه قائلا فلما تحبس عندك سبعا وعشرين بدرة في دارك ولا تأكل منها ولا تشرب ولا تزكي ولا تقدمها ذخرا ليوم فقرك فقال يا أبا معن أخاف الفقر والحاجة إلى الناس فقلت وبما تزيد حال من افتقر على حالك وأنت دائم الحرص دائم الجمع شحيح على نفسك لا تشتري اللحم إلا من عيد إلى عيد فقال والله لقد اشتريت في يوم عشراء لحما وتوابله وما يتبعه بخمسة دراهم فلما قال هذا القول أضحكني حتى أذهلني عن جوابه ومعاتبته أذل الحرص أعناق الرجال ولعل من أطرف ما جاء في هذا الأمر ما ورد من غضب الشاعر سلم بن عمر الملقب بالخاسر حين أنشد أبو العتاهية قصيدته التي يخاطب فيها سلما قائلا تعالى الله يا سلم بن عمر أذل الحرص أعناق الرجال هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى الزوال فقال سلم ويلي على الجرار أي بائع الجرار الزنديق جمع الأموال وكنزها وعبأ البدر وهي جمع بدرة وهي وعاء يوضع فيه المال ثم تزهد مراءاتا ونفاقا فأخذ يهتف بي إذا تصديت للطلب وقال الجماز ابن أخت سلم الخاسر ما أقبحت تزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد يخاف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا ينفد وعلى كل الأحوال يبقى أبو العتاهية شاعرا واعظا يرشدك إلى سبيل القناعة والزهد في هذه الدار الفانية وتجد في شعره لحنا شجيا وصوتا نديا يخفف عنك مشقة الإصغاء إلى الوعظ والوعاظ فتنصط إليه وتشعر بنشوة خفية تملأ قلبك رهبة وتحرك عواطفك وأشجانك فاسمعه مثلا يقول لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب ثم اسمع أبيات أخرى يصف فيها طمع الإنسان ويدعوه إلى القناعة والرضا ألم تر ريب الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع أرى المرأة والثابا إلى كل فرصة وللمرء يوما لا محالة مصرع وقوله خلي لي كم من ميت قد حضرته ولكنني لم أنتفع بحضوري ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي لا يستنير بنوري إلى غير ذلك من العظات الروحية البالغة مما يستهو النفس البشرية رغم ما يتراء فيها من أهوال الموت وثقل الورع والزهد وكل ديوان أب العتاهية على هذا النمط العالي من الكلام البليغ والوعظ البديع وتلك شكات ظاهر عن كعارها ولعل من العجائب في حياة هذا الشاعر العظيم أن يرميه البعض بالزندقة ومذهب الفلاسفة المضلين وليس في شعره ما يثبت تلك الفرية ولم يذكره ابن النديم في جملة الشعراء الزنادقة الذين عاصروه ولعل ما دفعهم إلى إلصاق هذه التهمة به وهو منها براء ما شاع في هذا العصر من حركة المجون والزندقة وكذا ما جاء في بعض أشعاره من مبالغات الشعراء وخيالاتهم والتي قد تجري على ألسنة الشعراء ولا شيء وراءها من كفر أو زندقة ومما نسب فيه إلى الزندقة من الأبيات قوله مثلا إذا ما استجزت الشك في بعض ما ترى فما لا تراه الدهر أمضى وأجوز وقوله في عتبة يا رب لو أنسيتنيها بما في جنة الفردوس لم أنسها وقوله أيضا إن المليك رآك أحسن خلقه ورأى جمالك فحذا بقدرة نفسه حور الجنان على مثالك وهذا الكلام عند التحقيق لا يتجاوز المبالغات الخيالية للشعراء أما رميه بالكفر والزندقة ومذاهب ضلال الفلاسفة فما أشبه ذلك بقول أبي ذؤي بن الهذلي وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها مسك الختام ولا نملك في نهاية حديثنا عن هذا الشاعر العظيم إلا أن ننقل كلمة الحافظ الناقد الإمام الذهبي وتحتمل سيرة أبي العتاهية أن تعمل في كراريس ونحن ما ذكرنا عنه إلا شيئا يسيرا وجملة مختصرة من سيرته ومن الجميل أن ننهي حديثنا بقول ابن خلكان رحمه الله تعالى ومن لطيف شعر أبي العتاهية إني صبوت إليك حتى صرت من فرط التصابي يجد الجليس إذا دنى ريح التصابي في ثيابي وكان مولده سنة ثلاثين ومئة وتوفي يوم الاثنين ثالث جماد الآخرة سنة إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة ومئتين وأوصى أن يكتب على قبره ببغداد إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التنغيص فرحم الله تعالى أبا العتاهية شاعرا حكيما زاهدا وعفى عنه وغفر له اللهم آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة